الناشط اللبناني لقمان سليم من أشد المعارضين لميليشي حزب الله التي وجهت لها أصابع الاتهام من قبل المعارضين بجريمة اغتياله خصوصاً أن الجريمة حصلت في منطقة يمتلك الحزب فيها النفوذ الأكبر ووفقاً لمواقف سليم من سياسات الحزب وأجنداته الخارجية وتحميله في الكثير من التصاريح مسؤولية تعرضه لأي مكرو واجه سليم انتقادات كثيرة من أنصار الحزب الذين وصفوه بالأدات في يد الولايات المتحدة بسبب امتلاكه علاقات دولية وعربية واسعة وضفها للتأكيد على الوجه الآخر للطائفة الشيعية غير وجه حزب الله والولاء لإيران وقد كان لكلام سليم الأخير الذي أشار فيه إلى وجود دور كبير للنظام السوري وحليفه حزب الله في انفجار مرفع بيروت وقع كبير حيث أن الكثيرين اعتبروا اغتياله رسالة لكل الناشطين والكتاب والسياسيين من أبناء الطائفة الشيعية الذين يتحركون وينشطون ويعبرون عن أفكارهم خارج المدار السياسي لحزب الله اغتيال الناشط سليم أثناء وجوده جنوبي لبنان في منطقة تقع تحت نفوذ حزب الله رأى مقربون منه أنه يستهدف ترهيب اللبنانيين خصوصا الشيعة منهم وتوجيه رسالة إيرانية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأن لبنان تحت السيطرة الكاملة لحزب الله الذي يستطيع أن يفعل بهم وبه ما يشاء في ضوء سيطرته على كل مفاصل السلطة في لبنان واثار اغتيال الناشط السياسي اللبناني ردد فعل محلية ودولية غاضبة استنكرت الجريمة وحذرت من عودة مسلسل الاغتيالات إلى لبنان من بوابة الناشطين وأصحاب الكلمة الحرة الرئيس ميشيل عون طالب بالإسراع في كشف الجهات التي تقف وراء عملية اغتيال الناشط لقمان سليم فيما غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا إن اغتيال لقمان لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه أما منظمة العفو الدولية فقد طالبت لبنان بإجراء تحقيق فوري مستنكرة ثقافة الإفلات من العقاب